السلام عليكم ليشاف معكم شاف والد ان شاء الله تكونوا كامل بخير و صحتكم لا بس رجعت لكم اليوم بهذه الوصفة اللي على بل راح تكون تجربوها تولوا تعتمدوا على هذه الوصفة والحشو التحاج بزا بزا في طريق و تقعد لكم قرمشة لمدة طاولة جدا معليكم غرتبوا معي طريق التحضير و مقادر الوصفة اول حاجة لسيجار هادو ما بابنا نحن 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 بالكوكو الكوكو يضيت 400 قرم الكوكو اللي هو تحترط المشارط المانبا 3 كيسان اللي مدارين يستعملو الكسلان يمكيل فيه سكر و 3 كيسان سينو ديرو وزنو 400 قرم هكذا كنت ديجار درتو معاكم في وصفة المخبز وريتلكم كيفاش نحن ريحة من الكوكو حكمت الكوكو هادايا درتو دخل ما غسلتو بدأتو فكسرونة درتو عصرت له حبا قارس وخليتو يغلي فوق النار مدة 10 دقايق نحيتو فوق النار خليتو ينشف كسر بيطا بعد درتو الفور حمصتو غير شوية برك نحيتو برك هاداك كلمة اللي كان فيه هداما كان وخليتو ينشف وجبتو معاكم هنايا هكذا باش ما يجوش لسيجارة عاوكم يريحو كوكو اللي يحبي رحة الكوكو يديرو بسحبين الأحسن ديرو هادا طريقة رح جيكم بزاف ملاحة الدخل الوصفة المخبز اكتبو مخبز شاف والد شوفوا الطريقة كيفاش درتها رحيت هاداك الكوكو كامل زيتلو شوية البيسكويت اي نوع البيسكويت بيمو بوتي برغ اي عفسات البيسكويت كما عندكم في البيت ديروه بفتلو تقريبا 4 حبات البيسكويت لحتى 5 حبات تقضيو تروحوه نورمال رحيتها مع رحة تقليل وقاوم ملح وتانيك الدوغ تايعو جيبس الزفطري للدخل وليا كل مياه عفش وشنو هادا بكامل حشوش فيه كل ميتين قرام تاع كوكو ديرو لها جمالة اكل ونسب تسكر سافيك ديت تقريبا 5 ملاعق اكل تا سكر هكذا زيت لهم الرشة تاع القرفة وملاعقة اكل تاع الزبدة ما تكونش مع مرا ملاح ديك ملاعقة اكل دوكوش نديرو نخلط هاداك المكوينات الجفة كامل مع باضي هالباد قلنا الكوكو سكر قرفة وملاعقة اكل تاع الزبدة هكذا اكلت نخلط هم دوكم ملاحبين في الانسابة ايه اكل تبتح للمضاد ايه نتكتروا با إستخدموا ملاقة أكل غليكوز مهم جداً في السيجارة لكي لا يبس ويقعد محافظ على القاوم ويقعد لكم مدة طاويلة إستخدموا ملاقة أكل غليكوز ويتباع لبيع الوزن الحلويات إستخدموا ملاقة أكل غليكوز ويتباع 10.000-13.000 صديبون من بعد نطم بالمظهر هذا ما كان حتى نطمي العباطيتي ونضعها في الكنجيلاتور مهم جداً لنفخ ستعكم تقعد لكم على الأقل نصف ساعة في المجمد هذه خطوة مهمة جداً إستخدمتها في الكنجيلاتور بعد ذلك قدرت مقلادة لها بعض الزيت وملاقة أكل زبدة مهم جداً وملاقة أكل عبليكوز جداً لكم زبدة مهم جداً السيجار والصغطات في ملاقة أكل زبدة في زبدة ألفز وتغمز هناك سيجار وعرجوا عليكم تأكدين تتعريكم تريد أن تحكمها حكمت بان القاوم تحكمت بان القاوم من الناس هنجد نورمال. يتباعوا في الاباكي هذوك. حكمت الاسم و هذوك الديول تاعى قسمتهم على زوج هكذا. سافيك الحل و نعرف بلك الديول فيهم 12 سافيك نقسموهم على زوج يقولون لدينا 24 هكذا. 12 و 12 و 24. ذوك نحكم هنيا بالبنسو التاعي كما كنت شوفو. ندوب بشوية على زبدة ولا شوية على ماره و نذهن الديول تاعي. بعد أن نقوم بك فيcribed رم أن تبعني أملاحة ن Panel T Kommun كان ما توضع مثل بعض الحكومات بعد المنزل في الهدف إ 작업قار عن جسد والإع تكون الاختيار يقعد لكم الحشو تحبو ادره باللوز تحبو ادره بالجوز تحبو ادره بالبيستاش انا بريت لكم برك الطريقة الحشو يتغير من حشو الى اخر بسحل مقادية تقعد نفسها الصقور يقعد نفسه وزبدةوه هذي كل حاجة تقعد هي نفسها ابرس الوز والكوكاو هذا هو الامن نرجع لكم حكمت السيقار نحبهم كبار السيقار ويأتي طوال الشرم السيقار يأتي طوال يتبع عليكم ويأتي طوال الحبه يشبع ويأتي طوال مليح يأتي طوال نحكم بانسو نزيد ندهن الحبات الثانية تبعوني مليح حبيث ندلكم جو حبات بعد نكملهم واحدة ندهن مليح بالزبدة غير تدهنوها بالزبدة ولا تخافوش بعد ذلك تشربلكم الزبدة اطوية ويأتي طوال نزيد نحكم الله فرصة ندرها حربوش كما نحب انا نحب كبير نحب خشين ثم تحكمو فيه نفتحوه كامل ويجب نوضعوه في الحبات الثانية هذا ما كان باك تبقوا شوية هكذا باك تبقوا شوية باك تبقوا شوية هذيك ديول تاعي نحكم الحبات الثانية كيف كيف ندهن الحربوش تاعي هكذا ونطوي من الجوانب منها ويجب نطوي منها شوش حال سهلة طريقة جد بسيطة نبدأ نلوي الحبات الثانية شوفو نغلق ونلوي هذه الحبات الثانية كامل متساويين حبة صغيرة حبة كبيرة هذي 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 سيجارتة ونحجة وتانيك ما يأخذوه بزاف الوقت تم تم تقدروا يديرهم كما رأيكم ترون معي هنا وكانه تروحة Ark تبقى منتجها 3..4..5..6..8..0..10..1..2..1..2..3..3..4..1..2..我們 12..3..4..15..6..7..1..2..1..3..1..1..2..2..3..3..1..3..1..2..3..4..1..2..1..2..3..3..4..1..1..3..4..1..2..3..1..2..1..3..3..5..1..1..'v1..1..2..2..1..3..0..1..3..1..2..1..2..1..1..3..2..1..1..2..3..1..4..1..3.. 1..2.. فقط أن تغيروا تغيرها وتعالى تقدموا تغيرها تقدروا تتضيف الكوكا و دعوا نواة كوكو كما حتى تتضيف المخبز يتطلب التخطيخ والد يمكنهم تغيرها في السيقا يجب أن تكون الغلوكو تجدوا تغير نواة كوكو ونتحبت تضيف الزيت لأن الزبدة أخبرتكم بسيطة الأمور وأنك مدة أحتفاظ تواحي وطولتكم يقعدوا كنزوجور وفنجور بسيطة قربشين مع الكين ترى يا انتو ما متصدقوش هكذا لابين قلتلكم ادوليسيكا غرسيي وهم غير بشوية الكوكا وشوية عديون وانتو ما فريتوها اداماكا بديت نقلي في الحبات التوعية كامل بتكتروش بزارة الزيت في المقلع المهم شوالها كذا كما كتوفوا عندي مادة انا مهم ذات كالزيت كالزيت ومغرفة كبيرة مع مرحة ملح تا زبدة ولا ماركارين اقليوهم على ليكوتي في زج هكذا يا حتيت تحمرو لكم ملح برك هذه الجهة التي تطويتو فيها هنا بلا ما نقولكم انهم لم يكن تعرفوا تقلو البوراك كيف تديرو كيف كيف هذه الجهة التي اغلقتوا منها هي التي تديروها هي اللي ولاف الزيت هكذا بشمية تفتحو الكومش هذا ما كان نقليها من حمرهم كما نحبانا تحبو تحميرهم كتر مني حمرهم كتر مني تحبو تديرهم شوية بيودة ديرهم شوية بيودة دوق الاختيار يرجع لكم لكم دوق هنزيد الكميات التانية يعني قعدت لنقليها كامل برك هذه الجهة اللي مفتوحة نديرها دائما لتحتها هكذا تحبو تلسقوهم غير بشوية فارغ ديروا شوية بول صغير ديروا فيها شوية ما شوية فارينة وتحبو الحباكي باش ما تفتح لكم ديروا شوية ما شوية فارينة راكو تعارفو كامل ديروا ليسيجار المهم هنا كنت دير آسيات كنت غير ما نقطرهم من الزيت ديرهم في العسل العسل نورمالين شريبوها معنالي سيوبيرات تلقاوها ديروا ديركتور ما نرطل كفانية شوية رطلت العسل عسيلة نورمال تقدروا تديروها في البيتانيك تخدموها وعنديرها فلاشانتاعي بكزي تطولوا شوية في طيبتها باش تخرج لكم شوية مارو هذا ما كان دوكنا عسلتهم كامل باش يجي قلبهم من داخل معسل ويجو داخل اللي حبه واحد كي يكون حبه يلقاها معسلة من داخل مشي ناشفة دوك عسلتهم كامل كيكونوا سخوني لازم تعسلوهم تعسلوهم مليح وديروهم في الابريزونتاسيون تاعكم ديروهم شوية تعلو شوية تابيستاج من الفوق الاختيار تانيك يرجع لكم ليكم انتوما فهنا نقرب لكم شوية صورة باش تشوفوا كيف اجدو دوك تشوفوا معي في الاخر الفيديو ماذا باش ندير دوك تشوفوا معي في الاخر الفيديو كيف شرح نقسم لكم حبه وتشوفوا الداخل القاوم تحكف اش خرج لي والقرماشة واللافرس كيف اجدت مع السلام من الداخل هنا نخرجها من بره في الاخر باش تشوفوا اني بره يفجدوني هذا ما كان شوفوا اش حل جو شبان كان سبق لي هنا يوريت لكم هاديك الرحيوة اللي شاركتها معكم كيدت لكم التوابل تشربة وشطيتها تلقى بها عندي فلانشة انا كنشريوها من عنده هذا ما كان دوك انا يوريتها لكم بيان بريزنطي لكم حاجة برودوي مليح نبريزنطيهم مليح لو كما شتوش مليح ما نبريزنطيه والكمش ما نبا اتصلوا بعد ذلك الرقم وديروا لكم التوصيل يكون متوفر على 58 ولاية مجانية برقولوا لهم شف والد هاملكلي سيغار كيف اجدوا مع السلين للقلب الداخل دوكنا هنا نقول لكم جربوا الوصفة اكيد رح تنجحوا فيها مئة بالمئة رح نتلقى ان شاء الله في وصفة اخرى عن قريب اطهد الله بالزافر وحديكم ومع سلامه شكرا لكم